موسيقى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مشاهدي الأكارم في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نداء الشريعة ونداء اليوم نداء محبب إلينا جميعا نداء نسأل الله أن يحققه لنا في حياتنا حتى نلقاه بأن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا دائما الثبات على العمل الصالح والثبات على الصدع بكلمة الحق والثبات في كل المواقف التي يتعرض لها المؤمن فيكون صادقا في إيمانه وفيا لدينه معتدا بإسلامه معتزا بأنه منسوب إلى هذا الدين الحنيف ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا نداء اليوم نداء القرآني وفيه أيضا نداءات من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم القرآن الكريم في صورة النحل في الآيات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذو القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة ثم قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون هذه الآية تجعلك تتفكر كثيرا كلما من الله عز وجل عليك بعمل صالح سواء في موسم من مواسم الطاعة أو على مدار اليوم أكرمك الله عز وجل فصليت الصلوات الخمس في جماعة في المسجد تحمد الله عز وجل أكرمك الله عز وجل فصمت رمضان وقمته بعد انقضاء رمضان لا ينبغي أن تتراجع عن الأعمال الصالحات التي كنت تنكب عليها انكبابا من تلاوة القرآن ومن تحسين صيامك بالذكر والعمل الصالح والصدقة والسعي في قضاء الحواعج والخدمة الطيبة للناس كل الأعمال الطيبة بعد أن ينقضي رمضان كثير من الناس يتركون الأعمال الصالحة وكأنهم كانوا يصومون للشهر فقط ويقومون للشهر فقط ويقرؤون القرآن للشهر فقط حاشا وكلا إذا كنا نعبد رمضان نحن نعبد الله تعالى وحده ولكن جعل لنا هذا الموسم لزيادة الطاعة ولنتلقى نفحاته تبارك وتعالى فنزداد قربا بأعمال يسيرة يدخر لنا بها ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى فإذا من قضى رمضان وضبنا أيضا على الطاعات لن نصوم الشهور بعدها وإنما سنصوم ستا من شوال سلسة أيام من كل شهر نصوم يوم عرفة نصوم عاشراء نصوم سلسة أيام من كل شهر سواء اتنين وخميس أو غيره نحافظ على هذا كنا نتصدق وكنا نطعم الطعام نتصدق أيضا ولو بالقليل كنا يعني نطعم الطعام لأقاربنا وذوينا وجيرنا نطعم أيضا ولو مرة كل شهر كل الأعمال الصالحة التي كنت متلبسا بها وسعيدا بها في رمضان وتعمل موائد الرحمن يعمل مائدة الرحمن للناس الآن بعد أن جاءت الجائحة فأفقرت كثيرا من الناس صار كثير من الناس محتاجين معوزين ما فتح الله لك من أبواب الخير عد بها على الناس وإفعل لهم هذا أعد لهم شنطة رمضان كما كنت ترسلها إليهم السلة الرمضانية فيها أطعمة وفيها لحمة أو دجاج أو كذا وتذهب بها إلى هذه البيوت بعد انقضاء رمضان تتراجع عن الطاعة وتتراجع عن أعمال البر وأعمال الخير ولا تكون كالتي نقضت غزله من بعد قوة أنكاسا تخيل امرأة ظلت وقتا طويلا تغزل ثوبا فبعد أن كادت تنتهي منه أو انتهت بالفعل تبدأ في فكه مرة أخرى فيضيع كل هذا الجهد هباء منصورة بعد أن بذلت جهدا جهيدا في غزل هذا الثوب ضاع هذا الثوب لا هي باعته ولا هي لبسته ولا ألبسته غيرها الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين يعني الموت يعني أثبت على العبادة حتى يأتي الأجل متى يأتي الأجل الله أعلم إذن ليراك الله تبارك وتعالى دائما على طاعة ونحن لسنا مطالبين بطاعات يعني كثيرة يضيع فيها الوقت نحن مطالبون بخمس صلوات في اليوم والليل هذا هو الفريضة فإذا استطعت أن تكسر من النوافل فعقب الصلوات أو قبل الصلوات سنن معروفة فإذا التزمتها بها ونعمت إذا تمسكت بالفرائض أفلح إن صدق إذن أنت مطالب بفرائض محدودة على مدار اليوم هي الصلوات الخمس مطالب بصيام شهر رمضان ولك العذر إذن إن كنت معذورا بمرض أو سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فيدية طعام مسكين إذا لم تكن قادرا أو تقدر بصعوبة فتطعم عن كل يوم مسكين ما عندك مال إذن سقطت عنك الزكاة ما عندك مال إذا سقط عنك الحج كأنك مطالب فقط أن تحافظ في اليوم والليلة على الصلوات الخمس وإذا ما جاء رمضان صمت وهكذا إذا حافظ المرء على هذه الفرق أعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا تؤذي أحدا وكفي شرك عن الناس تسلم ويسلم الناس منك وما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولذلك المؤمن يهتف دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دائما يا أخي الحبيب إذا كنت ممن وفقهم الله تبارك وتعالى للصلوات في أوقاتها ولعمل الخيرات والبر فدائما أدعو هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا دائما كرر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين شوف أنت تدعو لتتمسك بصالح الأعمال قوم موسى زاغوا لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وانصرفوا عن الطاعات وانصرفوا عن اتباع نبيهم عليه الصلاة والسلام ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا نحن نوعظ ونعز ونوعظ هكذا على مدار الأيام وكل جمعة نسمع من الخطباء وهم يعظوننا ويذكروننا ولكن العبرة ليست بكسرة الوعظ وإنما بفعل الوعظ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به عارف الفعل غير العمل كلمة فعل يعني كأنه ظهر منه الفعل تحرك وبدأ منه هذا الفعل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت افعل الخير داوم عليه يثبتك الله تبارك وتعالى وهذا من فضل الله عز وجل عليك فتحمد الله حمدا كثيرا مباركا فيه على أن وفقك لهذه الطاعة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سأل الله أن يثبتك سأل الله أن لا تكون من الظالمين إياك والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فالتثبيت من الله تبارك وتعالى وهو يثبت أهل الإيمان بالقول السابت في الحياة الدنيا يعني عند النزع عند الموت يأتيه الملك فيزكره أو يقول له من حوله قل لا إله إلا الله فيقولها سهلة يسيرة فيقول لا إله إلا الله لأن الحمد لله كان مؤمنا كان ثابتا على الإيمان فوفقه الله في الحياة الدنيا في آخر هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة يكون في أعلى عليين في درجات الجنة بإذن الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون دائم يعني مثابر مصابر مرابط هكذا هو يبحث عن الثبات على الأمر اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الله دائما أن يثبتك وأحمد الله إن كنت على الطريق الصحيحة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ليس بشطارة وليس بنصاحة وليس بفا يعني نوع من يعني الفكاهة أو اللعب هنا وهناك هي محض فضل الله عز وجل عليك يعني لا تقول إنها بالفصاحة جاءت ولا باللعب ولا بكذا أو كذا إنما هو توفيق الله عز وجل للعبد أن ييسر الله لك سبيل الطاعة فتكون من أهلها انظر إلى قولي تعالى وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها إنسلخ من الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون الشخص الذي يقال في التفسير إنه بلعام بن باعراء واحد من علماء بني إسرائيل آتاه الله عز وجل الآيات لكنه إنسلخ كما تسلخ يعني العنزة من جلدها إنسلخ من الآيات يعني ارتد عن الإيمان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين بعد ما كان بيصلي بعد ما كان بيصوم بعد ما كان يتعبد بعد ما كان يتصدق إنقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة هذا مثله مثل الكلب أنت ترى الكلب دائماً يلهث إن تحمل عليه يعني تجري وراه إن تحمل عليه تضع عليه حمولة إن تحمل عليه تجري وراءه يلهث وإن تتركه يلهث حالته كده فالله عز وجل شبه هذا الذي كان عنده العلم وترك هذا العلم وقع في براثن الضلال بهذا الكلب الذي يلهث دائماً على الدوام وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترم بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين تثبيت يقول من الله تبارك وتعالى لكن المؤمن ينبغي أن يدعو الله وأن يسأل الله دائماً أن يثبته الله وأن يهديه الصراط المستقيم بقلب مع أنه يكررها كثيراً كل يوم لكن يقولها بقلبه أن الله تعالى يمن عليه بالثبات دائماً حتى الممات وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً الآيات كثيرة في مسألة السبات والتثبيت من الله عز وجل لأهل الإيمان نسأل الله أن نكون منهم وأن يثبتنا دائماً على العمل الصالح في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام دعوة للسبات دعوة عملية يدلك النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل حديث متفق عليه لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل لذلك أنا أقول وقد ذكرت ذلك في لقاء سابق العمل الذي تعمله وإن كان قليلاً لكن تحافظ عليه خير من العمل الكثير الذي تتركه بعد ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا يا عبد الله يعني كان يراه يجتهد فيه فقال له لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل فحافظ عبد الله على قيام الليل طيلة عمره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته حديث متفق عليه أيضاً وقالت رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل وكان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملاً أثبتوه يعني التزموا به رواه الإمام مسلم في صحيحه وعن شهر بن حوشب رضي الله تعالى عنه قال قلت لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك بيدعب إيه النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا أجمعين على دينك قالت فقلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن أو من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ فتلى معاذ الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحديث ده مهم جدا أن نحفظه وأن نحفظه أهلينا يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك هذا سهل أن نقوله لكن أم المؤمنين تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا تكسر منه فقال الإجابة الواضحة يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا قلبه إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء يقلب القلوب يعني سبحانه وتعالى فمن شاء أقام يعني أقامه على الدين سبته ومن شاء أزاغ يعني انحرف بعياذا بالله عن الطريق المستقيم وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان أكثر سيام النبي عليه الصلاة والسلام غير رمضان كان يصوم من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه طبعا قولها كان يصوم شعبان كله العلماء يقولون يعني أكثره وكأنه يعني يتجاوز النصف بكثير فإذا تجاوز الإنسان يعني أكثر من النصف ربما في اللغة يقال أنه صام الشهر كله مثلا على هذا النحو وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله انتبه أخي الكريم إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر كالذي يمسك جمرة مشتعلة للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله الحديث الآخر عن أنس يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر رواه ترمذي عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة أحد الرواه في الحديث قيل يا رسول الله أجر خمسين منهم يعني لا يجو بعدنا بزمان قال خمسين منكم الخطاب للصحابة رضي الله عنهم فالذي يتمسك بالدين في هذا الزمان الذي فارق فيه صحابة الدنيا منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام الذي يتمسك بالدين له أجر خمسين من هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكم من أناس مننا يقولون ليتنا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ليتنا اكتحلت عيوننا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كل هذا بتقدير الله ما أدرانا لقد كان هناك أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب وأمي ابن خلف وغيرهم من صناديد الكفر رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بل تربى النبي عليه الصلاة والسلام ونشأ وترعرع بينهم ومع ذلك كفروا به فما أدراك يعني إذا كنت في القوم كنت تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام أم لا نحن نقول الآن بهذه العاطفة بالحب الذي تعلمناه من القرآن والسنة ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر نقوله مودة ورغبة في أن نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى وأن نكون معه على الحوض بإذن الله تعالى بعد طول عمر وحسن عمل وحسن ختام عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتبه لهذا الحديث لأنه في تدريب على العمل والثبات على العمل من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى يعني مع الإمام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار أنت تريد الآن شهادة وتريد إجازة وتريد عبورا بعيدا عن النار إلى الجنة معك وتستطيع أن تعمله الآن درب نفسك من صلى لله الإخلاص والصدق أربعين يوما يعني شهر وعشرة أيام زي شهر رمضان وعشرة أيام إن شوال من صلى لله أربعين يوما في جماعة في جماعة كلمة جماعة جاءت نكر يعني ممكن تكون جماعة في البيت مثل الفترة التي صلت ناس فيها في زمن الجائحة كورونا أو صلى في جماعة في المسجد أو صلى في جماعة في العمل أو صلى في جماعة في أي مكان في مدرسته في جامعته صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى يعني مع الإمام الإمام واقف وهو وراءه كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار هذا إذا فعلته كأنك تدربت على معنى الثبات على الطاعة وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر ابن آدم أو إذا سافر العبد في رواية أخرى أو مرض كتب له من الأجر ما كان يعمل أو مثل ما كان يعمل صحيحا مقيمة يعني وأنت صحيح وأنت شاب وأنت قوي وأنت سليم وأنت مقيم في بلدك بتعمل أعمال صالحة فإذا سافرت أو مرضت طبعا وأنت مسافر يعني يمكن أن تتغاضع عن فعل النوافل لست مطالبا بها لكن يكتب لك أجر النفلة لأنك كنت تعملها وأنت في بلدك وأنت مريض لا تستطيع أن تقوم فأنت تصلي يعني الفريضة بالكاد أو تصلي وأنت جالس فتصلي الفريضة فقط وأتنام مرة أخر يكتب لك أجر يعني الصلوات النفلة التي كنت تصليها ونحن نصلي لله عز وجل سنت عشرة ركعة في يوم وليلة كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله ثنت عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة سهل جدا ركعتين قبل صلاة الصبح أربع قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء اثناشا ركعة ثم توتر بركعة بسلاس ركعات بما يفتح الله لك لكن واضب على هذا يبني الله لك سبحانه وتعالى تكفل بهذا بيتا في الجنة بنى الله له بيتا في الجنة لم يقل يبنى له بني له أخذ كذا لا وإنما بنى الله له بيتا في الجنة السبات على الطاعة السبات على المواقف الحق والسبات في مواجهة العدو مطالب به أنت أيها المؤمن وأنت أيها الشاب والشباب المسلمين مطالبون أيضا بأن يلازموا طلب العلم النافع العلم الشرعي مع العلم الدنيوي ليعلموا وليعبدوا الله عز وجل على نور من الله يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله ويعلمون الناس الدين فابذلوا من أنفسكم ومن أوقاتكم وقتا تتعلمون فيه الدين لتعلموا به غيركم ولتعلموا به زوجاتكم وأبناءكم وبناتكم فيما بعد السبات الثبات وإلا سيكون ذلك من التولي يوم الزحف لحتى تكون قادرا قويا متعلما على علم ووعي بدينك فلا يزعزع دينك بالكلمة من هنا أو بكلمة من هناك فيعني ترتجف أو ترتعد أوصالك حين تقف أمام إنسان عنده بعض الإلمام بشيء من الدين الغزل يحتاج إلى صبر ومثابرة ومجهود حتى يتم ومع ذلك قد ينقضه صاحبه من بعد قوته كما قلنا في الآية الكريمة في لحظات لذلك المحافظة عليه لا تقل أهمية أبدا ولا مثابرة عن إنشائه غزلنا أيها الإخوة والأحباب هو عملنا الذي نقدمه لله صباح مساء لا سيما في المواسم التي يكرمنا الله عز وجل بها فتأتي ونحن أحياء مثل موسم رمضان مثلا طاعات من صيام من صلاة من قيام من تلوة قرآن من صدقة من بر وإلى آخره يعني فلنحافظ عليها محافظتنا على أموالنا وأولادنا وأنفسنا لا بد أن نتعلم من ثبات الأنبياء والصالحين وصبرهم هذه المعاني الجميلة قال الحسن البصري رحمه الله لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت يعني أنت مش حالف تموت إمتى فالعمل لا يتوقف عند سن تقول أنا بلغت ستين سنة خلاص أنا مستنى الموت لا اجتهد لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيرة فليغرسها أنت معاك شكلة زرع تغرسها حتى لو قالوا إن الساعة تقوم الآن اغرسها أنت مطالب بالعمل حتى الموت وربما كان العمل مجرد الزكر تستغفر يا أخي الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قدم العلم على العمل ولذلك الإمام البخاري قال باب يعني العلم قبل العمل وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فجعل الاستغفار عملا يعني أنت قلت كلمة التوحيد واستغفرت كان الاستغفار هذا عملاً يبقى لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلاً دون الموت اكتهد ويعني ثابر وصابر ورابط على الطاعات حتى تلقى ربك مع علو مقامه صلى الله عليه وسلم واجتهاده في العبادة كان أكثر دعائه في التثبيت على الدين فكيف بنا نحن اللهم يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك طبعاً نعلم أن الجزاء من جنس العمل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه نسوا الله فنسيهم اتبع هواه فأضله الله طيب والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين المداومة على العمل تضمن لصاحبها الأجر وحتى في الأعذار التي تمر به كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه حديث صحيح أخرجه النسائي يعني الذي يصلي كل ليلة ركعتين قبل يعني يقوم بالليل فيصلي ركعتين قبل الفجر نام هذه الليلة لكنه معتاد فيكتب الله له أجرهتين الركعتين وكان النوم صدقة من الله عليه ليست العبرة بكسرة سماع الموعظ وإنما العبرة بفعل ما في الموعظة من معروف واجتناب ما تنهى عنه من المنكر فالثبات إذن هو ثمرة الأعمال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا والصبر عليها هو مفتاح الأجر والثبات على الأعمال الصريحة يعني ينيل الإنسان أجرها حتى وإن حبسه عنها المرض تفكيرك في لذة العقبة ينسيك نصب المجهدة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يوفقنا لمحابه ومراضيه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة